اربعة وخمسون عاما مرت على ذكرى معركة الكرامة والتي تحظى باهمية في وجدان الشعب الفلسطيني هذه الاهمية التي كانت محور نقاش نظمه ونظمته لجنة التعبئة الفكرية بمحافظة خان يونس والتي كانت مناسبة ومناسبة لتجديد الدعوة الى ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني ورص الصفوف لمواجهة التحديات نظمت لجنة التعبئة الفكرية بحركة فتح ساحة غزة لقاء حواريا عبر تطبيق زوم مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حمادة فراعنة ناقش فيها المحطات والدروس لمعركة الكرامة وذلك في محافظة خان يونس بحضور قيادات من طيار الاصلاح الديمقراطي وعدد من الباحثين والمهتمين معركة الكرامة جسدت الوحدة العربية الوحدة الفلسطينية الاردنية طلاصق الجيش الاردني مع الفدائيين الفلسطينيين كبدوا العدو آنذاك خسائر فادحة لحد ان هذا العدو طلب بوقف اطلاق النار تاركا قتله على ارض المعركة معركة الكرامة كانت محطة انتقالية جوهرية في تاريخ الشعب الفلسطيني بعد ان وقف الفدائيين الفلسطينيين الى جانب الجيش الاردني في معركة استمرت قرابة الثمانية عشر ساعة انتهت بخسائر فادحة لقوات الاحتلال يعمل تيار الاصلاح الديمقراطي باستمرار على توطيد العلاقات الخارجية واحياء المناسبات الوطنية لتبقى الانتصارات في ذاكرة الاجيال من المفيد ان تطلع الاجيال وان تدرس معركة الكرامة وان تركم على الانجازات الفلسطينية وان تطلع دائما الى المستقبل الفلسطيني من اجل البناء على منجزاتنا الوطنية وتحقيق اهدافنا وصولا الى الدولة ووصولا الى تحقيق الوحدة الداخلية من اجل تحقيق الانتصارات شكلت معركة الكرامة نقطة تحول في التاريخ النضالي العربي وتأشيرة عبور القضية الفلسطينية لعمقيها العربي والدولي شروق حرارة قطاع غزة